استكمالاً للاكسبلاراتوري ريسيرش ديزاين كان معنا الريسيرشر ده بيقرأ لتريتشر فكاينبوتس لقى انه الليتريتشر نيتشر او نيتشر او نيتشر او هز لتريتشر طبيعة الليتريتشر بتاعته متفرقة العلاقات الريليشنز نن داريكشنال عدد من البيبرز كتير مية او اكتر او اقل لقى في كل بيبر علاقة تستد ما بين الانديبندنط ده والديبندنت ولقى اكتر من بيبر بتقول كده فجمع كل مجموعة من البيبرز اللي مجتمع على علاقة تستد ما بين الانديبندنط ده والديبندنط فاريبل وصل لعشرين فاريبل العشرين فاريبل دول عمل افاليواشن وعمل لنا دوكمنتيشن يوزنج اي بي اي فورمات مثلا يعني كواحدة من السينتيفك رايتنج ستايلز وقال ان الخمسطاشر فاريبل دول هستخدمهم والخمسة دول لا طبعا حكم الريسيرشر هنا او قراره ممكن يكون فيه صواب او خطأ قريب او بعيد ده اللي محتاج السيني الريسيرشر او السوبرفايزر يراجع معاه او الريفيور لو هو بيعمل بيبر فور ببليكيشن انتقل لمرحلة الريسيرشر ديزاين اللي اسمها اكسفلاراتري هيعمل فيها هيبقى هيستخدم الريسيرش ديزاين طيب هيستخدمه عشان ايه؟ الريسيرشر ديزاين ده جمع الخمسطاشر الريليشن دول الخمسطاشر في شكل هايبوثيكال ستيتمنت الريبوثيكال ستيتمنت دي موجودة في نطقة الريسيرش ديزاين تتست يترى الريليشن موجودة في الكنتكست اللي هو بيدرسه في السياق ده في البروبلم ده او بتطبيق الناين ايرمنتس موديل بتاعنا اللي كان بيعرف الريسيرش بروبلم هل يترى في الكنتكست ده الخمسطاشر علاقة دول موجودين ولا لا؟ يعني true ولا false yes or no كأن حتى الريبوثيكال ستيتمنت بتاعته هنا non-directional بتقول اه في علاقة او مفيش علاقة ساعتها الديزاين ده بنسميه exploratory research design فبقى exploratory research design هيبقى هنا دوره نجمع له data اهو حرف D ما تنسوش يعني بعد الديزاين هنجمع data والديتا دي هنعمل لها analysis والاناليس ده هنعمله conclusion الconclusion اللي هيطلع هيقول لنا يا طرق طرق طلع في ايه علاقة ما بين مين من الvariables ومين وانهي عدد من الvariables اللي طلع مالوش علاقة مع الديبندنط بتاعنا فبالتالي نرجع مع بعض بالراحة هل يطرى الديزاين ده نعرف نتيجته ازاي بجمع الديتا طب لما اجمع ديتا هاعرف ازاي انه في علاقة من عدمه بالstatistical analysis لو انت شغال بشكل quantitative طب ال quantitative ده هنعمل في ايه مثلا يعني هنعمل حاجة اسمها correlation analysis طب هو الcorrelation analysis ده هيقول لنا في علاقة ولا ما فيش علاقة ايوة العدد ده من الvariables مثلا هيطلع انه مرتبط positive او negative او غير اللي بالنقطة بس اللي بنبه لها انه خلي بالك وانت بتعمل statistical analysis علشان تشوف يا ترى في relation ولا لا غالبا هيطلع لك ان في relation وحتعرف ان في relation بان انت هتشوف amount of direction يعني انت هتقدر فعليا تشوف amount of direction ما بين الvariables دول وبعضها ولكن amount of direction دي مش هي المؤشر الحقيقي لل amount of direction وما اللي بتنديكيت ايه بتقول لنا ايه conclusion بتقول لنا ان there is a relation بس يعني احنا ال outcome ultimate of exploratory research design ان احنا نعرف يا ترى فيه علاقة ولا ما فيش علاقة ما بين الvariables بتاعتنا طيب ايه اللي عضفه لنا ال exploratory research design دلوقتي عضف لنا معرفة انه ال 15 variable دول tested وان الخامسة دول لا ال 15 variable tested دول sorry هم اللي تجمع لهم data واناليسز وكونكلوجن وبالتالي هم دول اه 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 اعدل لكم بس الصورة عشان تبقى مريحة اكتر بالنسبة لكم لان دي بقيت مكونات ال design الاخرى مش محتاجينها دلوقتي احنا محتاجين اكتر نبص على ال exploratory research design فلو ركزنا في منطقة ال exploratory research design دي هنلاقي انه معانا ال exploratory research design هنا اتجمع له data اتعمل analysis اهو زي الووترفول كده data analysis conclusion ال conclusion اللي طالع هنا ايه انه السبع variables دول بيأثروا طب عرفت ده ازاي بالتحليل الاحصائي quantitative analysis طب ال quantitative analysis هنا قال ايه قال ان في relation ما بين ال variables دول وما فيش relation ما بين ده طب عرفت ازاي ازاي بالcorrelation analysis او بالregression مثلا طيب اللي يعرف correlation دلوقتي ايه هو regression هيقول طب ما نطلع لي amount of direction بنقول ايوة بس ده مش مؤكد ده بنعتبره هنا في منطقة الغير مؤكد amount of direction اللي بنقول less with ده بنعتبرها غير مؤكدة طب ليه غير مؤكدة لان اصل ال design كان معتمد على literature لسه في مرحلة فحص hypothetical statements true or false يا ترى في علاقة او ما فيش علاقة فينتج عنها ايه ينتج عنها بالدرجة الاولى معرفتنا ليه العلاقة موجودة او مش موجودة فقط يعني ما قدرناش نعرف اي حاجة تانية غير كده ان بس العلاقة موجودة او مش موجودة وبالتالي قيمة exploratory research design ان احنا نعرف ايه اللي مرتبط وايه اللي مش مرتبط من ال variable طب كده الشكل ده ممكن يبقى model اه ممكن يبقى model preliminary model يعني model مبدئي model مؤقت بيعمليه model مبدئي المؤقت ميز لنا او استخدم بشكل scientific inclusion و exclusion criteria فبقى معانا السبع دول related to our context our environment والتانيين اللي هم مثلا من بعد سبعة من ثمانية لخمستاشر قدرنا نفحص بشكل علمي انه ملهمش علاقة بالresearch بتاعنا ويبقى كده خلصنا شرح وايضاح لي ومحناش محتاجين نتلخبط ونقول يا ترى امتى بستخدمه او كذا بالدرجة الاولى هو معتمد على وجود literature من عدمه شكرا جزيلا الحلقة اللي جاية هتبقى بنتكلم على descriptive research design شكرا لكم